مين إيه أشهر المباراة اللي إنت قدرتها؟ إيه المباراة اللي إنت حبيتها؟ أو إن حسيت أن إنت زي لعيب التنس كده اللعب التنس حسين أقول لعب مباراة جامدة إنت حسيت أن إنت حكمت مباراة صعبة جداً ونجحت فيها؟ بص أن حكمت فيه مباراة طبعاً ما قدرش أنساها دي كانت مباراة في كاست ديفيز في مصر هنا وكانت بنلعب مصر كانت بتلعب ضد لادفيا وكان فيها لعيب من التوب تين ساعتها كان اسمه جولبس فدي كانت مباراة أولا كانت صعبة جدا بالنسبة لي وكانت طويلة كمان يعني قعدت تقريبا حوالي خمس ساعات اللي تلت على الكرسي في وسط نادي الجزيرة الرياضي الملعب الرئيسي الجمهور مصر بيشجع وطبعا أنت حكم مصري فأنت لازم تبقى نيوترل ومحايد جدا فكانت مباراة عصيبة بصراحة يعني أنا كانت بالنسبة لي من أطول المباراة اللي أنا حكمتها وفي نفس الوقت لأن أنت بتبقى قاعد على الكرسي وانت بتحكم بكل حيادية مش عايز تعمل أي حاجة خطأ أو أي حاجة زي ما بيحصل مع حكام الكورة يتلام بأي حاجة وكان فيه حتى كان فيه نقطة فاصلة كده كانت الكورة تقريبا أنا قلت عليها أو كانت على مصر يعني فالجمهور كله لأ بره 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 فطبعا إحنا في الكلي كورس أو الملاعب الرملية بننزل نعمل تشيك للمارك لأن اللعيب ساعتها كان المصري طالب أن أنا أعمل تشيك للمارك وفي نفس الوقت في البطلات اللي زي دي بيبقى فيه الحكم العام اللي هو جاي من بره أصلا فبيبقى موجود من بره قاعد معنا خلاص بيبقى قاعد ورايا على الكورسي عشان يتابع المباراة عشان لو فيه أي حاجة يبقى هو اللي بيقول إيه أنا بطلع بحل المشكلة فنزلت طبعا فوقتله لأ طبعا 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 مكنش ألآن وانت رايح توص مش ألآن طبعا هو انت أوصك من قرارك أنا أوصك من قراري وعارف إن الكورة كانت تمام بس في نفس الوقت إنت عارف زي ما لعيبت لو إنت في ملعب كورة حاس أن إنت ممكن تضرب من الله أيضا ما ضغط جمهور لو طلع قراري غلط فنزل الحكم العام ونزل أي قراري فعلا فطبعا طلعت أنا يعني تصر أنا خدت القرار الصح دي كانت من ضمن الحاجات اللي كانت إيه موقف صعبة تعرضتل أو موقف كوميدي أو موقف طريف حصل في المشوار العظيم بصوا كنت برضو مرة في اليونان كنت بحكم في بطولة هناك في اليونان حكم كورسي برضو قبل ما اعتذل أنا فكرا أنا اعتذلت التحكيم كحكم كورسي لكن حاليا محتفظ بالشرط دولية بتاعتي كحكم عام وبشارك في البطولات كحكم خط ما فاش مشكلة ما فاش أي تعرض فكنت بحكم للعيب حاليا دلوقتي في التوب تن اسمه ستيفانو ستيتيباس من اليونان فروحت هناك الحكم العام اللي كان موجود كل شوية يقول لي علي انت ملعب رئيسي مع اللعيب ده كل ما هو كذبان انت موجود فطبعا هو حطت ضغط علي طبعا وفي نفس الوقت أنا ما بفهمش يوناني فبحاول طبعا ايه أوازن بين الأمور كان بابا يعني صعب شوية يعني حتى كل الحكام اليونانيين مش عايزين يحكموا لان هم يعني بيبقى في بريشر عليهم جامد شوية بيبقى في ضغط عليهم خلال المباريات بسبب والده وفي نفس الوقت هم يونانيين وهو يوناني فطبعا كان الحكم العام فشتي ما هفهمها يعني ازاي هفهمه يعني أنا أخلى فانزلت حكمت له الماتش وكان فيه ماتش كان تقريما في الدور قابل النهائي أو الدور النهائي والدنيا شد قوي بين الاتنين اللعيبة وبعدين لقيته دايما بيكلمه وكانت ساعتها القانون ما ينفعش المدرب يدي كوتشنج أو يدي نصايح للعيب وهو برا الملعب فكت دايما كل شوية بصله فيقول لي انت ببصلي ليه من بعيد كتزا فكل شوية احاول ان انا اقول له يعني ستوب توكينج وبطل كلام وهدى ومعرخ شويه فاخر الكلام يعني قلت له لو سماعتك تاني بتتكلم انا هدى الله اكبر فهو طبعا كان شايف ان دي بالنسبة له اهنة كبيرة طبعا يعني هو في بلده في وسط ملعابه فكان شايف ان الموضوع كتزا وفي نفس الوقت انا مشيت بالقانون صح ومشيت بالرولز صح عشان ما يبقاش فيه اي حاجة عليا فكان دا من المواقف الكوميديية اللي موجودة شلان انا انا حاجة ولا يا لا حالص شلان انا صعيدي اه انا صعيدي اه انا صعيدي اه انا صعيدي اه انت يوناني فانا صعيدي بالضبط كتزا